اهلا بكم في مجزل الاخبار اعلن الحوتيون استهداف سفينة ومدمرات حربية امريكية في البحر الاخمر وخليج عدن باستخدام صواريخ بحرية و37 طائرة مسيرة قال المتحدث العسكري للحوتيين حيث سريعا القوات البحرية وسلاح الجو المسير نفذ عمليتين عسكريتين الاولى سهدفت سفينة في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية فيما سهدفت العملية الثانية عددا من المدمرات الحربية الامريكية في البحر الاحمر وخليج عدن ب37 طائرة مسيرة من جهتها اعلنت القيادة المركزية الامريكية اسقاط 15 طائرة مسيرة للحوتيين في اليمن واضافت في بيان ان الحوتيين نفذوا هجوما واسع النطاق بطائرات جوية غير مأهولة في البحر الاحمر وخليج عدن وفق البيان فان القيادة المركزية الامريكية وقوات التحالف قررتا ان الطائرات تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن التحالف في المنطقة واسقطتها في سياق متصل اعلنت القيادة المركزية الامريكية تنفيذ ضربة ضد صاروخين مضادين للسفن في مناطق سيطرة الحوتيين وقالت في بيان انها نفذت ضربة دفاعا عن النفس ضد صاروخين مضادين للسفن مثبتين على شاقنتين دون مزيد من التفاصيل وذكرت ان الحوتيين اطلقوا صاروخين بالسيين مضادين للسفن باتجاه خليج عدن كان يستهدفان السفينة وهي سفينة باملوكة لسانغفورا دون ان يتم الابلاغ عن وقوع اصافات او اضرار وميذانيا اندلعت مواجهات عنيفة بين مليشيا الحوتي والقوات المرابطة في جفتي حملة وشريج الواقعتين بين محافظتي لحج وتعز مصادر مطلعة افادت ان قوات اللواء الخامس دعموا اسندة تابعة للانتقال استهدفت بالمدفعية احد المباني الدراسية حيث تستخدمه مليشيا الحوتي وكرا عسكريا لها منذ ثمان سنوات في منطقة حوامرة جنوب مديرية ماوية واضفت المصادر ان الجبهة شهدت قصفا مدفعيا متفادلا بين المليشيا والقوات المرابطة في جبهة حملة كما شهدت جبهة الشريج التي ترابط فيها قوات اللواء ثاني مشاء حزم التابعة لمنطقة العسكرية الرابعة شهدت تبادلا للشبكات بين الجيش والمليشيا وتحديدا في مواقع الضواري وشفيان ندد ابناء محافظة الحديدة خلال احتشادهم في مدينة الخوخة بمخاطر غرق السفينة روبيمار في البحر الأحمر وقال محافظة الحديدة الحسن طاهر خلال مشاركته في الوقفة الاحتجاجية ان اغراق روبيمار من قبل مليشيا الحوثي وعلى متنها مواد شديدة الخطورة تهديد للصيادين والبيئة البحرية وعبر المحتجون في الوقفة عن رفضهم لتحويل الحوثيين مناطق استيادهم إلى مسرح صراع دولي لصالح ايران وردد هتافات تطالب الجهات المعنية والمجتمع الدولي بتحمل مسؤوليتهم لسرعة معالجة كارثة غرق السفينة وضمان حرية الاستياد وحماية الصيادين وبهذا مشاهدينا انتهى الموجز في امان الله